بسم الله الرحمن الرحيم. ما حضركم استاذ ياسر محمد نانيم المدرس الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية تحميل القوالب وتحريرها. في الفيديو ده هنبدأ نتعرف على ازاي تقدر تحمل الاوالب الخاصة بالسنة الدراسية بتاعتك. طبعا اخدنا ازاي في الفيديو سابق اخدنا ازاي تقدر تفتح المشروعات البحسية اللي موجودة عندك. وهتلاقي رابط للمشروعات البحسية المطلوب منك لاختيار ما بينها. هننزل تحت ونختار المرحلة الدراسية بتاعتنا. ولنفرض اني هشتغل على مرحلة الاعدادية. وهختار الصف التاني الاعدادي. المشروعات البحسية ايه? اخدناها قبل كده فتقدر انك تحملها. بالنسبة ليه الاوالب عندك مجموعة من الاوالب مترتبة بنفس ترتيب الموضوعات في ملف المشروعات البحسية. على سبيل المثال المشروع الاول كان عن تحسين التكنولوجيا. يبقى هنا هتلاقي ده القالب بتاعها. المشروع التاني كان على الزيادة السكنية والامن الغذائي. يبقى ده القالب بتاع المشروع ده. القالب التالت بتاع مشروع التالت اللي هو البيئة. لو انت عايز تعين تقدر انك تضغط على رمز العين. لو انت عايز تحمل القالب اضغط على التحميل. ننصح دايما بالضغط على التحميل. انا هحمل التلات اوالب. بعد كده هفتح المكان اللي تم تحميل الاولب ديت فيه. خلي بالك بان انت فيه خاصة او فيه قالب خاص لكل مرحلة دراسية. وفقا لإيه الشروط المطلوبة منهم انهم يستخدموها. فما تستخدمش اي قالب ما هواش مخصص لك علشان ما تتسببش لنفسك باي مشاكل. انا هاجي على اي قالب منهم وبعد كده اقول له. لو انت ما عندكش برنامج هتدور على اي برنامج فك للضغط. ابسطها انك تتدور على برنامج وينرار. واللي هتلاقوا اسمه اسفل الفيديو تقدروا بانكم تبحثوا عنه بشكل طبيعي. طب انا المنزل التلات اوالب تقدر بانك تضغط على الخيارات اللي موجودة قدامك كلها وبعد كده تضغط عليها كليكي من واكستراكت هير. فتقدر بانك ما تدورش على الملف. انا هفتح القالب الاول عشان هتعرف على ايه المطلوب مني. دلوقتي هو بدأ بانه القالب الاول المشروع اسمه كزا. عنوان الموضوع ما تنساش بانه طلب منك عنوان شيق. الرقم التعريفي بتاعك اللي هو هنا هيمثل اسمك. طبعا انت هتكتب له الكود بتاعك. لنفرض بان الكود بتاعك هو الرقم ده. مش هتكتب له اسم مش هتكتب له اي حاجة شخصية عنك هتكتب له الكود بتاعك بس. ما حادش يكتب الرقم القومي. ما حادش يكتب اي بيانات غير الكود بتاعك اللي انت جيبته من الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم واللي هنحط الرابط بتاعه في الاسفل. طيب. هنا مطلوب منك المقدمة. ما تنساش ان المقدمة مطلوب منك عدد معين من الكلمات فيها من سبعين لثمانين كلمة. بعد كده هتدخل في عناصر الموضوع وهي مطلوب فيها من سبعمية الى تمنمية كلمة. طيب. انا دلوقتي مطلوب مني في المقدمة من سبعين لثمانين كلمة. قدامك طريقتين. تقدر تكتب المقدمة على طول بشكل مباشر او انك تقدر انك. تدخل على المشروع على طول وتبدأ انك تقرأ فيه لما تقرأ فيه وتوصل الى النتائج النهائية اللي انت توصلت لها. تقدر بانك ساعتها تصيغ مقدمة افضل واكتر فعالية. ومقدمة تمثل موضوع بتاعك بشكل افضل. طبعا ليك حرية الاختيار في الطريقة اللي انت هتشتغل بها. ازاي هتقدر تحقق الفكرة بتاعتك. انا دلوقتي. بعد ما خلص. هو سايب لك بعض الاماكن المقترحة لانك تحط فيها صور. طبعا اي صورة انت هتجيبها او اي معلومة انت هتجيبها انت هتحط انت جيبتها منين? في المراجع الخاصة بيك. طبعا كل الاماكن الفاضية دي يتم مساحات فاضية معمولة علشان تقدر انك تكتب فيها. طيب. في النهاية ايه النتائج اللي انت توصلت لها من البحث بتاعك? ابدأ انك تصير النتائج ديت. بعد كده ايه المصادر اللي انت جبتها? وهنتشوف في فيديو تالي ازاي تقدر توسق المصادر ديت اللي انت جبتها. لو في اي حاجة انت تجبتها مع النت مثلا انت لازم تذكر المصدر بتاعها فتحط رابط URL الخاص بالصفحة اللي انت استفدت منها او اللي انت جبت منها المعلومة. لو انت جبتها من كتاب لازم تكتب اسم الكتاب والتفاصيل بتاعت الكتاب. بالشكل اللي احنا هنشوفه في الفيديو هاية اللي جاية بازن الله. ده القالب بتاعك وده كل اللي مطلوب منك في القالب بتاعك. طيب. انا دلوقتي عندي مشكلة. انا مش هادر عدي يا مستر. عندي سبعين او تمانين كلمة. هادر اتصرف ازاي? ببساطة هنقدر بقاننا ناخد فايل. نيو. هناخد بلانك دوكومنت او مستعد فاضي. هندغط كنترول شفت يمين علشان اللي هو مش تدغى حرك الى الناحية اليمين. بعد كده هبدأ بكتابة هنا في الملف الفاضي ده. لو حضرتكم هتلاحظوا. خلال العمل على برنامج الوردة حضرتك هيزهر لك هنا عدد الكلمات اللي موجودة في الملف. على سبيل المسال لما انا هبدأ باهلا بحضرتكم. هيبدأ يقولي بقى انا في كلمتين موجودين عندك. طيب. الانتر اللي حدك بتاخدها ما بتتحسبش ضمن الكلمات. لاحظ بان انا ضغطنا انترين. الانترين دول ما تحسبوش داخل الكلمات. طيب. في حالة ان انت مسلا عايز تكتب اهلا وسهلا. حرف العطف ما تحطش مسافة بينه وبين الكلمة. لان ده هيحسبه لك كلمتين. بمعنى. لاحظ هنا دلوقتي بقى انه بيقولك ان فيه اربع كلمات. الكلمة الاولانية اهلا. كلمة التانية بحضرتكم. كلمة التالتة. اهلا الكلمة الرابعة وسهلا. طيب لنفرض بقى انا هكتب له اهلا. ادي كلمة كمان. فبقى لي خمس خلمات. هفصل ما بين حرف العطف الواو وكلمة وسهلا. فهاخد مسلا هنا الواو. بعدين هاخد مسافة. بعدين هكتب سهلا. هتلاحظ بقى انه هنا اعتبارك ان دي رقم رقم خمسة ودي كلمة رقم ستة ودي كلمة رقم سبع. فراعي الكلام ده. اسناء كتابتك علشان ما تحسبش كلمات على الفاضي. دي نقطة. النقطة التانية انه بعد ما حضرتك ما تخلص العمل على النص بتاعك وتعرف العدد بتاع الكلمات بتاعتك اللي انت التزمت به. تبدأ بقى بانك تشتغل على الالب. فتقدر مسلا بانك تاخد الملف وتبدأ تنسخ على الالب. طبعا افضل خط الاطباعة بانك تشتغل على الخط اربعتاشر. اقترح دايما عليكم الخط بتاع اريل او تايم نيوت رومان. لان الخطين دول هيكونوا موجودين على اكتر الاجهزة. بدل ما تفقد تنسيق الملف بتاعك. بعد ما تخلصوا هتنسخ الكلام ده وهتحطه في القلب بتاعك. على سبيل المسال. انا هفتح هنا. وهقول له المقدمة. وهبدأ اني. سواء عن طريق كنترول في او عن طريق الكلام. تسهيلا للعمل داخل الملف. خلي بالك من الهوامش ديت. الهوامش ديت بتكون جاهزة للغة الانجليزية. وكتابة من على الشمال. هنعوز باننا. نعمل كنترول اي داخل الشكل ده. بعد كده هنعمله كنترول شفت يمين. فيبدأ انه ينقلنا الهوامش على اليمين. فهنا تبدأ الهوامش بتاعتك تتعامل باللغة العربية. طيب لو انت عندك مساحة ضايع زي كده. تقدر بانك تتحرك دول علشان. تستفيد من المساحة اللي موجودة داخل هالشكل. بعد ما تخلص. هتختار فايل. وهتأكد بانك عملت سيف. بعد كده هتدخل على سيف از. هتختار نوع الملف ملف بي دي اف. في حالة لو انت قررت انك تطبعه برا. او في حالة ان انت ارسلته للمدرسة. تطمن بان الملف بتاعك ما ضعش التنسيق بتاعه. تطمن بان مجهودك داخل الملف اه لا يمكن التعديل فيه. وفي حالة انك تبعته تلاقي الملف متنسق زي ما انت ما عملته بالزبط بدون ضياع مجهودك. شكرا لحضراتكم واتملكم كلز التوفيق.